اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالله تبارك وتعالى هو الذي شهد لها بذلك قال عز وجل نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين القصص في القرآن الكريم نوعان قصص الانبياء كآدم ونوح وهود وإبراهيم وموسى وعيسى وأمثالهم عليهم الصلاة والسلام جميعا وقصص غير الأنبياء كقصة ابني آدم وهاروت وماروت وأصحاب القرية وأهل الكهف وغيرها من القصص الهادفة الماتعة لكن ايها الاخوة والاخوات لماذا قصص القرآن هي احسن القصص لأن الذي يقص علينا ذلك هو القرآن الكريم هو كلام الله القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهي احسن القصص لأنها تحمل في طياتها معاني الحق والصدق قال عز وجل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فهي فوق كل شبهة وأعلى من أي نقد أيها الاخوة والأخوات القصة في القرآن أسلوب تربوي فريد في الدعوة والإرشاد وتقويم سلوك الأفراد والجماعات فهي تشد انتباه المستمع وتجعله أكثر تركيزا وتمنحه متعة إضافية ولو أننا سألنا جمهرة من المصلين خارجين من محاضرة أو خطبة جمعة ماذا تحفظ مما قاله المحاضر أو الخطيب لوجدت أن معظم هؤلاء المستمعين يرون لك القصص التي ساقها المتحدث في حديثه هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية القصة وعلى تأثيرها في التربية والتوجيه إذن للقصة القرآنية أهداف متعددة من هذه الأهداف أولا شحذ الهمم والعقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ثانيا تقديم العبر والعظات لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ثالثا تثبيت القلوب على الحق في طريق الدعوة إلى الله عز وجل كما قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وهنا أيها الإخوة والأخوات لا بد لنا أن نتحدث عن قضية غاية في الأهمية وهي تحر المصداقية عندما نتناول القصة ونبتعد عن المكذوب والمدسوس ونتحاشى هذا الركام الهائل من القصص المخترعة المكذوبة التي تعج بها كتب التاريخ وتعج بها مواقع التواصل وتجري على ألسنة القصاصين ففي الصحيح مندوحة عن المكذوب وفي القرآن والسنة الصحيحة ظنية عن غيرها من القصص المخترعة المكذوبة في فترة من فترات التاريخ انتشر القصاصون كثيرا وكانوا يجمعون الناس حولهم في المساجد والأسواق هنا وهناك وكانوا يقصون عليهم من كتب الأولين أو من الإسرائيليات وكانوا يسوقون الخطأ والصواب بعصا واحدا وأكثرهم سوءا الذي يروي الأحاديث الموضوعة المكذوبة وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ويقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ويقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين هناك أيها الإخوة من يولع بقراءة الإسرائيليات كما أسلفنا ويولع بما كتبوه وما قالوه مما ليس له ما يؤكده ويوثقه من كتاب الله وسنة رسوله فعند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب أي أنتم متحيرون فيها يا عمر والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني لكن أيها الإخوة لماذا نحذر من القصاص لأن من عادتهم البحث عن الغرائب التي عادة يولع بها فئام من الناس دون النظر إلى سند القصة أو صحتها وهؤلاء ينبغي الحذر منهم بل ينبغي التحذير من منهجهم لذا صنف العلماء في ذلك كتبا ومنهم الإمام السيوطي الذي ألف كتابه تحذير الخواص من أحاديث القصاص وجاء في كتاب الآداب الشرعية عن شعبة بن الحجاج أنه في يوم من الأيام دنى منه شاب فسأله عن حديث فقال له شعبة أقاص أنت؟ قال نعم قال اذهب فإنا لا نحدث القصاص قال لما؟ قال يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعة أي إنهم يزيدون في الحديث حتى يقول أيضا ابن الجوزي رحمه الله معظم البلاء في وضع الحديث إنما يجري من القصاص لكن أيها الإخوة والأخوات هذا الكلام ليس معناه أن القص مذموما لذاته إنما لما قد يختلط به من الكذب والمبالغة والجرأة على الدين يقول ابن الجوزي والقصاص لا يذمون من حيث هذا الاسم وإنما ذم القصاص لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد ثم غالبهم يخلط فيما يورده وربما اعتمد على ما أكثره محال كما جاء في كتابه الشهير تلبيس إبليس لذلك أيها الإخوة كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون الناس بالله تعالى ويقرؤون عليهم القرآن والحديث وكانوا يدعونهم إلى الاعتبار والادكار بأحوال الماضين فعن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا إذن عبد الله بن مسعود كان يخشى عليهم من السآمة فكان يتخولهم بالموعظة بين الحين والآخر هذا بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم كذلك أيضا من جاء بعدهم كابن الجوزي رحمه الله فما بلغ عالم في فن الوعظ ما بلغه ابن الجوزي حتى قال ابن كثير وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله وفي فصاحته وبلاغته وفي عذوبته وحلاوة ترصيعه وغوصه على المعاني البديعة يتكلم عن ابن الجوزي رحمه الله وقد ذكر ابن جبير الأندلسي في رحلته مجالس ابن الجوزي في الوعظ على شاطئ دجلة وكان له مجلس بجوار قصور الخلافة ببغداد ويجلس فيه كل يوم سبت يقول سبطه أبو المظفر أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف وربما حضر عنده مئة ألف وقد أوقع الله عز وجل له في القلوب القبول والهيبة وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره تاب على يدي مئة ألف وأسلم على يدي عشرون ألف يهودي ونصراني فانظروا أيها الإخوة والأخوات إلى ما تفعله المواعظ الصادقة بالقلوب فرحمه الله تعالى رحمة واسعة فمن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فوعظ الناس وذكرهم بالله تعالى على علم وبصيره ولم يتقحم أبواب الكذب والرياء والمبالغة والجهل فذلك لا سبيل للإنكار عليه بل هو مأجور مشكور إن شاء الله تعالى ثم إننا أيها الإخوة أمام سورة عظيمة من سور القصص في القرآن الكريم تكاد تكون كلها قصة أو معظمها وهي سورة يوسف هذه السورة المباركة التي جاء في بدايتها قوله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص قال كثير من العلماء هذا وصف لهذه السورة الكريمة وعلى هذا لما كانت سورة يوسف أحسن القصص للعلماء في الجواب عن هذا السؤال عدة اجتهادات نتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى بالعودة إلى ما وقفنا عنده قبل الفاصل عن سبب وصف سورة يوسف بأنها أحسن القصص بعض العلماء قال إنما سميت بذلك لأنها جمعت ذكرى الأنبياء والصالحة وذكرى الملائكة والشياطين وذكرى الأنعام وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والرجال وحيى للنساء وفيها ذكر تعبير الرؤية وفيها السياسة وفيها المعاشرة وفيها تدبير المعاش فيها الصبر على الأذى فيها غير ذلك من العجائب كما نص على ذلك ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير فكل هذه المواضيع وغيرها أنزلت في سورة واحدة حتى إن عالما جليلا مثل الإمام بن القيم رحمه الله يقول في كتابه الجواب الكافي في معرض كلامه عن قصة يوسف قال وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة فتخيلوا أكثر من ألف فائدة موجودة في هذه السورة العظيمة في هذه القصة المباركة وقال بعضهم سميت أحسن القصص لأنها وردت متكاملة من أولها إلى آخرها في نفس السورة أما بقية القصص في القرآن الكريم فذكرت في عدة مواضع وذهب بعض أهل المعاني إلى أنها وصفت بذلك لأن كل من ورد فيها كان مآله حسنا وكانت عاقبته طيبة فيعقوب عليه السلام رد عليه بصره وظفر بيوسف بعد غياب طويل أما يوسف عليه السلام فقد آتاه الله الملك والحكمة وعلمه من تأويل الأحاديث وأما إخوته فقد تاب الله عليهم وحسن حالهم أما أهل مصر فقد اجتازوا السبع الشداد بل كان يأتيهم الناس من أقطارها طلبا لمؤنتهم فإذا هذا وجه من الوجوه ولا ننسى أيها الإخوة والأخوات أن سورة يوسف نزلت في وقت كان المسلم فيه يعذب ويحاصر وكان يوضع على الصخر في حر الهاجرة وكان يرمى في طريقه الشوك ويأكل أوراق الشجر وكان صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يعاني أنواعا من الإبتلاءات ويرى أصحابه وهم يتقلبون على الجمر ويعذبون على الصخر روى البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وقد نحرت جزور بالأمس يعني ذبح جمل بالأمس وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان يعني أيكم يقوم إلى هذه الأقدار التي تخرج من بطنه وكرشه الدابة عندما تنحر أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه أي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا بأبي هو وأمه فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية صغيرة فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم قال اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله بن مسعود والله لقد رأيتهم جميعا صرعا يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب في تمام القصة أيها الإخوة والأخوات أن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم وقف يناديهم بأسمائهم يا عمر بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا أمية بن خلف يا فلان بن فلان إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أي من النصر والظفر عليكم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا أي من العذاب عليكم طبعا شاعر الرسول حسان بن ثابت لا يترك هذا المشهد يمضي دون أن يضع عليه بصمته يقول يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب أيها الإخوة في مثل هذه الأوضاع من الابتلاءات المتلاحقة نزلت سورة يوسف على قلب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتبلسم الجراح ولتفرح المعذب ولتصبر المحاصر جاءت لتقول للمؤمنين إن الصبر هو طريق الفرج جاءت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له فيا أهلنا في سورية والعراق وفلسطين وفي ليبيا واليمن وسائر بلاد الإسلام أبشروا فإن فرج الله قادم وإن الله تعالى سيجعل لنا ولكم مخرجا كما جعل ليوسف مخرجا من محنته والله تعالى يبتلي عباده ليمحصهم وينقي صفوفهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين قصة يوسف أيها الإخوة والأخوات التي هي أحسن القصص سيكون لنا معها وقفات مباركات واستنباطات طيبة وفوائد جمة نلتقي معكم من خلالها كل يوم خلال هذا الشهر المبارك إن شاء الله تعالى دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رؤاك لا بدل لا بدل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر